نروح لركلتين الجزاء نروح بقى ركلتين الجزاء بعد الكرة العظيمة نروح الأول لكرة أحمد زيزو بص نروح الأول ما تجهز معنا لقطة ركلة الجزاء بتاعت أحمد مصطفى زيزو اللي قبل ما تروح بس وقف سويني أه قبل ما تروح وقف كنت سعيد جدا يا كريم لما انت قلت في البداية ما في الشك انه إن لم يكن الأفضل فواحد من أفضل هو الأفضل بالطبع في مركزه في مصر لا خلاف على ده إن أحمد صفى زيزو الأفضل لكن ثقة زيدة جدا مش بس إن أنا بعملها ولو داخلت هنقول حلوة لا هي الكرة رغم التصدي الصعب جدا 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 من أحمد الشيناوي ورغم إنه لقطة استحق عليها الثناء لكن الكرة ضعيفة الكرة لو معمولة حتى بانينكا بالشكل ده ومعمولة بشكل جيد بتبقى صعبة جدا لأنها بتتحطى على السبتة بتاعة الحارس فبيبقى صعبة جدا ليه البانينكا رغم إنها بتوقعش ضربة قوية بتتسجل لأنه بيفضل حد آخر وقت لوقت ما يلمس الكرة هو عناه على الحارس مشوف فينه حطها عكس رجله فديت عملت ببطء فيها ثقة زيدة وهنا تاني ده لا يقلل من أحمد ده زيزو أبدا لكن بص هنا كريم رجعها على قبل تصدي الشيناوي قبل تصدي أحمد الشيناوي أعرف أنا حسيت إن زيزو كسر هو فجأة جمهور وقعت حسنا هو أقود نوعا فتش عارف فترة إبلاعين يا أرض آم يا خلاص أيوة 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 وفريم فريم كده فريم فريم بص أولا خلاص الراجل رجل جوه تمام كمل كمل واحدة واحدة فريم فريم كملها يلا كمل يلا بص 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 ضعيفة قوي ضعيفة قوي قوي لدرجة إن الرجل كان نزل أكريم بص 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 نزل ماشي واحدة واحدة بس ارجع وقف يعني واحدة 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 امشي فريم تاني بص كري ده رجع وقف وفكر ورحمدد رجل ورفع رجله من على الأرض ورو عامل الرياكشن الريفليكس والرياكشن يتحزبه طبعا لحمد شناه عشان كلا برضه تاني لقطة تتسبب في إنه يبقى رجل المباراة والأكبر من كده إنه لكن ده طبعا ما يقودش إنه هتلعبت كويس معروبا في أثقة زيدة جدا جدا من رحمد نا كابتر حسين ياسر محمد اللوقتي يقال لك إنه ممكن نقول إنه مش في الوقت المناسب يعني ما كانت مش القرارية الثانية في الوقت المناسب لقطة لقطة وهجي لك حاجة تانية مش في الوقت المناسب وغريبة جدا